أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن خلص التعازي والمواسات لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة وتابع رئيس مجلس الوزراء جهود مختلفة للجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصاب الحادث وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم في ضوء توجهات الرئيس السيسي مؤكدا وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا والمصابين هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء موقع الكنيسة كما زار المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات وأكد أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث الأليم كما أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالا هاتفيا بالبابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية قدم خلاله تعزيه في ضحايا الحادث المؤلم وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصاب الحادث وكذلك لأسر الضحايا وفقا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي